في سفر حسقيال أصحاح واحد وسفر حسقيال من أصعب الأصفار النبوية اللي إذا تفهم أول أصحاح فيه الحقيقة يتفهم كل السفر في حسقيال واحد يتكلم عن منظر قضائي هذا المنظر القضائي شايف فيه ما يسمى بالبكرات اللي هي عجلات الله القضائية للقضاء على الأرض لكن هنا متمثلة في قضاء على شعبه ليسلموا للسبي وبعدين بيقول في عدد مثلا خمسة وعشرين فكان صوت من فوق المقبابي الذي على رؤوسها إذا وقفت أرخت أجنحتها وفوق المقبابي الذي على رؤوسها شبه عرش السؤال لما يكون الله يدين العرش ده بتاع مين بتاع الله نكمل بعدها كمنظر حجر العقيق الأزرق وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوق حاجة غريبة عرش الله ويجلس عليه إنسان لأنه من سوف يدين في المستقبل هو الله المتجسد الإنسان يسوع المسيح فهنا يقول لنا أن اللي جالس على العرش عشان يدين هو شخص المسيح دي إشارة أنه لما هيجينا بعد كده هيموت كالحمل لكن هيجي يدين كالأسد دانيال سابع أيضا يتكلم عن المسيح كديان باعتباره ابن الإنسان والمسيح تكلم في يوحنة خمسة واستفاد في الكلام عن نفسه باعتباره ابن الله وابن الإنسان وتكلم عن أن الدينون قد وعطيت له باعتباره ابن الإنسان اشتركوا في القناة